الجهود المقام بها لتعزيز التغذية في بلادنا هو الهدف من تنظيم هذه الورشة المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع ممثلية اليونيسيف ببلادنا إن هذه الورشة تشكل فرصة سنوية لعرض ومناقشة الحصيلة بمجال التغذية المنجزة من طرف الحكومة القطاع الخاص، المجتمع المدني، المجال الأكاديمي وكالات الممتحدة والمانحين كما ستمكن هذه الورشة من الإجابة على سيدة الاستبيان المقدم من طرف حركة تعزيز التغذية في جنف ستشكل هذه الورشة ورصة لتقييم جهود في مجال تسيق جهود القطاعات المعنية بإشكالية التغذية للخروج بتصور متكامل عن دول التغذية كرافعة للتنمية ممثل منظمة ديونيسيف في بلادنا السيد مارك ليوسيه أوضح خلال كلمته أن التحسين التغذية هو مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستديمة ويمثل على حد سواء عاملا وعلامة لرفاهية السكان والتقدم الوطني مؤكدا دعم اليونيسيف للمؤسسات الحكومية الفاعدة في تنمية التغذية سبيلا لتحقيق أهداف مشجعة كل عام فعاليات الورشة تخللتها عروض حول حصيلة ما تم تنفيذه من مشاريع في مجال التغذية والخطط والبرامج التي تتبعها الحكومة في هذا المجال بالإضافة إلى العقبات التي تحترض تطوير التغذية في بلادنا